رفع تعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد إلى الأسبوع المقبل دون انتخاب رئيس له ونائبين وهو ما يعد مخالفة لنص المادة الخامسة والخمس من الدستور التي تؤكد بشكل صريح وواضح على انتخاب رئيس المجلس في الجلسة الأولى اخفاق مجلس النواب الجديد في أولى خطواته وتأجيل تسمية رئيسه ونائبه إلى الجلسات المقبلة وضع يتطلب من المحكمة الاتحادية أن تبدي رأيها القانوني حيال مدى شرعيتها بحسب مراقبين هذا لا يعطي الشرعية لأي جلسة ثانية أو حتى ثالثة بموضعة اختيار رئيس للبرلمان ونائبه وهذا بالتالي يضع البلاد أمام أزمة دستورية وعدم شرعية كل ما يترتب أو ما يخرج عن جلسة ثانية باختيار رئيس برلمان أما مواقف الكتل النيابية فقد تباينت حيال دستورية تأجيل تسمية رئيس المجلس ونائبه من عدمه نواب عن اتلاف دولة القانون رأوا أن التعقيدات الوضع السياسي والخلافات بين الكتل حول تسمية الهيئات الرئاسية الثلاث كانت وراء عدم تطبيق نص المادة الخامسة والخمسين في الجلسة الأولى أعتقد حكم هذا المشهد هو خلافات عديدة وهي نتيجة الظروف التي نشأت مؤخرا وما حدث حقيقة كل الأمور تقع حاليا تحت طالة الشراكة والتوافق والدستور فيما رأى زعيم اتلاف العربية صالح المطلق أن هذا التأجيل سيعطي فرصة للكتل للحوار وحسم القضايا الخلافية ومناقشة الأزمات الحالية فيما اعترف نواب عن اتلاف الكتل الكردستانية بحصول مخالفة دستورية بسبب عدم انتخاب رئيس للمجلس أن المهم أن نبدأ مرحلة جديدة تختلف على المرحلة السابقة وبالتالي يجب أن تكون هناك اجتماعات لوضع خطة لكيفية معالجات معالجة إحفاقات الماضي والتوجه بسياسة جديدة للمستخدم هذا أهم حتى من من يكون رئيس بن لبان ومن يكون رئيس وزراء هناك عدة ملاحظات حول دستوريته من عدم كنا نتمنى أن تكون هناك الالتزام الكامل بالدستورية على أقل تقدير اختيار رئيس المجلس ونائبي ولكن لأسف هذا لم يحضر ويرى البعض أن تأجيل حسم رئاسة مجلس النواب ونائبي بسبب ارتباط هذا المنصب بحسم رئاسة الجمهورية والوزراء ونوابهما محمود فؤاد الحرة بغداد